السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم إن شاء الله مرة أخرى سوف نتحدث عن مشكل سياش بونك الكثير من الناس مرة أخرى تم اختراق حسابتهم وطريقة كانت كلاسيكية حيث الناس لم يكن لديهم دراية بهذه العمليات تزوير الصفحات المهم سياش أيضا وضعت منشور جديد في 20 مارس كما كنت شوفو كتليكم باللي ما توضعوش البيانات ديالكم في أي موقع اللي كتوصلوا به في رسالة نصية أو في إيميل حيث العديد من الناس هذي الطريقة ليتموا قرصنة أو اختراق حسابتهم بها الطريقة ركنت سبق لي وضعتها في واحد الفيديو هذي أكثر من شهرين ولكن صراحة الناس ماشي العديد من الناس شافوا الفيديو المهم لذلك بغيت نعود نعملو تذكير لهذه المشكلة كما قلت لكم رأى العديد من الناس كي توصلوا برسائل رسائل فيها واحدة رابط تيقول لكم باللي الحساب ديالكم تم توقيفه او مثلا ربحتي شي حاجة ولهذا كي يعطيك واحد الرابط وهذاك الرابط مني كتدخل لي كيكون عبارة على صفحة مزورة وهذه الصفحة المزورة هي اللي كتم مني كتوضعوا البيانات ديال الحساب ديالكم تم ماكرا عطيتوهم للحساب ديالكم وكيدخلوا للحساب ديالكم وكي ياخدوا لكم قاعدك شي اللي فيه الصفحات المزورة كتكون بحل هاد الشكل كما كنت عملت لكم في الفيديو المهم على هاد الشكل اي موقع من غير الموقع الرسمي ديال البنك السياش ما توضحوش فيه البيانات ديالكم بيانات الحساب وبالنسبة للابليكاسيون تاية من غير الابليكاسيون التطبيق الرسمي ما توضعوش فيه في اي موقع البيانات ديالكم او اي تطبيق اخر بالنسبة للتطبيق كنصحكم تخليوا الخيارات بحل هكذا كما انا واضع هنا هي البيانات دفع بدون تماس تخليوها غير مفعالة هنا هذه الخاصية هنا في التطبيق ما بانش ليه هنا في الموقع المهم لذلك ضروري تخليوها هكا يتمو إلغاؤها وبالنسبة للدوتاسيون دوتاسيون اي كوميكس يخليوها ديما مسدودة مغلقة هي كيف ما كتشوفوا بايمو الانترنسيونال غير مفعالة وبايمو في المغرب غير مفعالة هاد شي انت كتخليو ديما بحلقة من غير الى بغيتو تشريو عبر الانترنت بالنسبة للدوتاسيون اي كوميكس هذا هذا يمكن لكم تفعلوها اما في الوضع الطبيعي الى مشري توتشي حاجة خليوها ديزاك تيفي حفاظا على مثلا كتكونوا وضعين البطاقة البنكية ديركم في مواقع او اشتراكات او هذا وكتفاجوا انه كيتم الخصم ديركم بشكل اوتوماتيكي انا اعطيكم على سبيل المثال انتما عملتوا ادز في الموقع فيسبوك مني كتكونوا وصلتوا واحد البلافون كيدبيتو لكم لاكاخت كيتخلصوا بشكل اوتوماتيكي حيث اصلا واضعين تما البطاقة البنكية الى خليتوا الدوتاتيون اي كوميرس ديزاك تيفي يعني غير مفعالة ميمكنش لهم يديبيتتي ولا كارت ما كتديبيتتاش لكم وهنا يرى نفس المشكل مباشرة مني كتكونوا خليينها مفعالة اي شراكات ولا ابونوا ممكن كانت عندكم مراك يقدروا يديبيتتي او مثلا شخص اللي حصل على رقم البطاقة البنكية ديالكم ايضا مغان نقول لكم باللي ما تستعملوش اي موقع تفضعوا فيه البطاقة البنكية ديالكم حيث لا لا في المغرب لا في الخارج مش اي موقع كتتقوا فيه وتفضعوا فيه البطاقة البنكية حيث كيكونوا مواقع اللي كيتم اختراقهم او كيكونوا مواقع غير موطوقة وكيستربوا مثلا البيانات ديال البطاقة البطاقة البنكية ديالكم وكيتم بعدها اه شيرة بالبطاقة ديالكم لذلك ما تبقوش توضعوا البطاقة البنكية في اي موقع خصوصا الموقع لغير معروفة وبالنسبة للدفع في المتاجر وغيها حاولوا تجنبوا الدفع اه في المتاجر لا في المتاجر لا في الفنادق حاولوا الابتعاد ودفع فقط بالأس بيس حيث هاد المشكل صراحة البيانات ديال بطاقة ديالكم مراكا تبقى ديما في خطر لذلك خستكم تحاولوا تحافظوا عليها وهذه الطريقة اللي كنتم تعملوا للإشارة انا زابون من ديال السياس من مدت من الفين وخبستاش والصراحة عمر وقاليا شي مشكل ما عمر مشالية اي حاجة من الكومت ديالي انا كنقول لكم بحكم انني زابون وعندي دراية شوية بهاد المجال لذلك نحافظوا على البيانات ديالنا ما ننقوش نعملوا اي موقع نديروا فيه البطاقة البنكية حاولوا لكنا غا ننطروا نشريوا من الخارج نستعملوا البيبال حيث البيبال ما كيعطيهمش البطاقة البنكية ديالكم كتدفعوا وما كتبانش لذلك انا في الاغالي بكا نستعمل البيبال من غير اللي كانوا شي موقع غير داعمة لهذا الخاصية وكيكون موقع اللي موطق وقديم مثلا ممكن انني نحط فيه البيانات ديالي وكنشوف انه واش عنده واحد الخاصية ديال انه كيشيفري دوك اللي نوميغو ديال اللي كاخت حيش كيكون عندهم واحد شهادات ما كيبقاش يبعيبان يكيني بزافة المواقع اللي كيكونوا داعمينا لذلك المهم يجب اختيار الموقع المناسب وبالنسبة الاشياء المهمة كما قلت لكم خليوا ديما هادشي بحلكة وما تشاركوش الارقام ديالكم ولا البطاقة ايضا ما تصفتوش تصويرا ديال البطاقة تعريف الوطنية كيني الناس كيستعملوا هاد الخطأ كيصوروها لأي شخص سبق لي وضعت لكم ايضا فيديو لماذا لا ادفع في المحلة التجارية او في المطاعم او في الفنادق بالبطاقة البنكية را عملت لكم فيديو من قبل حيث ممكن انه هادوك الموظفين بطريقة سهلة اذا كانوا مثلا هما اشخاص اللي غير موطوقين او اشخاص اللي كيستربوا البيانات را ممكن انه هم يعطووا الرقم للبطاقة البنكية ديالكم وكيبقوا فقط تاريخ دياله مهم لذلك صراحة انا ما كنحمل ما لا افضل الشراء منها بالبطاقة البنكية حاولوا ماكسيموم تشريو فقط تخلصوا بالاسباس من غير المواقع الى كانت في الخارج وحاولوا ديما استعملوا خاصية البايبال وبالنسبة للمشكل لماذا سياسي اللي فيها هاد المشاكل ببساطة في نظري لانها استهدفات واحد الفئات الكبيرة وعملات واحد المزايا البطاقة البنكية مجانية الناس اللي عندهم اقل من ثلاثين سنة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء العاملين اللي هم تيها مجانية لذلك مافيهاش واحد تكاليف وكل شي مجانية عندكم جميع الخدمات تقدروا تدفعوا للخارج عندكم بطاقة دولية لذلك الناس كيفما كتعرفوا الحاجة اللي كتكون مجانية كيكون عليها واحد اقبال كبير وماك يكونوش في واحد تكاليف اغلب الناس كيمشوا لها لذلك اولا عندهم واحد زوبناء كتار بزاف اولا هو من اللي حاكمينها في المغرب بالنسبة للعدد اه اي 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 شخص كتسولوك يقولك عندي سياش لذلك عندهم واحد اولا عندهم واحد اه اه العدد كبير ديل زوبناء وهنايا اه في رأيي ان هم من يقدموا هاد الخدمات المجانية وقدموا بزافة الاشياء اه ولاوا محاربين اكيد اه اه الابناك الاخرين ما غاديش يتقبلوا الفكرة ديالك وممكن بعض الاشخاص اللي يكونوا عندهم صيلة مع هادوك وما اللي عملو هاد الاشياء اللي باش يضربوا واحد الاستقرار ديال هاد هاد البنك السياش كتبقى حتي مالية واردة هاد شي اللي يبالي يا والله واعلم المهم لذلك دول خطأ الكبير لدارة السياش انها اعطت البطاقة البنكية لكل شيء اعطت واحد الخدمات مجانية المهم الى هنا ينتهي هذا الفيديو شكرا لكم الى فيديو قادم ان شاء الله